اشتركوا في القناة من نظريتين لتفسير الحرارة منها نظرية السيال الحراري والنظريات الحديثة واخدنا من النظريات الحديثة نظرية المخترع كونت رومفورد اللي فيها اثبت ان الحرارة شكل من اشكال الحركة علشان تراجع معلوماتك السابقة حول نظريات الحرارة بترك ليك رابط الحلقات في صندوق الوصف اسفل الفيديو لمراجعة المعلومات السابقة باذن الله جولتنا النهاردة مع عالم جديد وهو العالم جيمس جول وهو كان بيأكد فرضية الكونت رومفورد اللي قالنا ان الحرارة شكل من اشكال الحركة او الطاقة الميكانيكية جهوده كبيرة جدا في مجال الفيزياء هنبدأ حلقتنا النهاردة مع تجربة جيمس جول اللي استخدم فيها هذا الجهاز الجهاز داي ما قلنا بيعمل على نفس مبدأ كونت رومفورد اللي اثبتنا فيه ان الحرارة شكل من اشكال الحركة علشان يزبط جيمس جول هذا المبدأ مرة اخرى استخدم جهاز بسيط جدا مكون من بكرة فيها ثقل وهذا الثقل طبعا حر الحركة بحيث ان هو يسقط الى الارض بفاعل الجاذبية على الطرف الاخر من الثقل مثبت هنا خيط هذا الخيط ملتف حول استوانة بهذا الشكل والاستوانة مثبت فيه اخرها بهذا الريش او هذا الزراع اللي اخره المخلط وفيه عندي تيرمومتر لقياس درجة حرارة الماء دي كانت مكونات الجهاز البسيط تعالوا نعرف كيفية عمل الجهاز الجهاز ببساطة بيعمل على مبدأ تأثير الجاذبية الارضية على الثقل وجذبه باتجاه الجاذبية الى اسفل طبعا دي قاعدة فيزيائية معروفة ان جميع الاشياء بتسقط باتجاه الجاذبية بسبب وزنها اثناء نزول الثقل الى اسفل يبدأ هذا الخيط يتم سحبه من الاستوانة عند ادارة الخيط وعند ادارة الاستوانة يبدأ معها تدور الريشة اللي مسبتة في الاستوانة فيبدأ معها الماء يتحرك ومع حركة الماء المستمرة يبدأ طبعا ازدياد في درجة الحرارة بالتالي تنتقل بقى الطاقة الميكانيكية اللي سببها حركة الثقل وجذبها للخيط الملتفة حول الاستوانة وتحريك هذه الريشة في الماء فيرتفع درجة حرارة الماء في ملاحظة مهمة اخد بالي منها ان طبعا كلما زادت كتلة الثقل او موضع ارتفاعه ازدادت الطاقة الحرارية وازداد معاها درجة حرارة الماء ان كلما كان هذا الثقل ثقيل يعني بدل مثلا مكانت كتلته كيلو ونجعلها مثلا خمسة كيلو جرام بزيادة كتلة الثقل طبعا يزداد سقوطه بفعل الجاذبية وبالتالي الخيط الملتفة هيدور اسرع وعندما يدور اسرع فهنا هيحصل ايه يتم ادارة الماء اللي موجود في الكأس بسبب هذه الريشة بشكل اسرع فترتفع درجة الماء اسرع في عامل اخر متحكم وهو مدى الارتفاع يعني انا لو اسقطت الارتفاع لو اسقطت ثقل من ارتفاع اكبر كان هيكون نزوله للجاذبية الارضية هيكون ايه بشكل اسرع وبشكل اقوى وبالتالي يؤدي الى نفس النتيجة وهو ان الخيط الملتفة حول الاستوانة يسقط بشكل اكبر وبعدها تدور هذه الضراع المسبت فيها المخلط او الريشة فتحرك الماء اسرع فتزداد درجة حرارة الماء يبقى دولا ممكن يكونوا العاملين اللي موجودين معايا في التجربة اللي هي كتلة الثقل ومدى ارتفاعه او سقوطه باتجاه الجاذبية الارضية دي كانت ملاحظة مهمة حبينا لان احنا نذكرها اسناء حديثنا عن نظرية جيمس جول ابتدى هنا بقى عندي يكون فيه مبدأ او تعريف واضح للشغل والطاقة احنا دلوقتي عارفنا ان فيه نوع من انواع الطاقة وهي طاقة الحركة او الطاقة الميكانيكية اللي الحرارة شكل من اشكالها فابتدى علماء الفيزياء في كل مكان يبحثوا على العلاقة ما بين الشغل والطاقة قدرنا ببساطة نعرف من خلالها ان الشغل هو انتقال الطاقة الميكانيكية من مكان الى اخر اما الطاقة فهي القدرة على بذل شغل او احداث تغير يبقى هنا عندي ايه شغل وطاقة وكلهما بتربط بينهما علاقة زي ما احنا وضحناها بهذا الشكل من خلال التعريف طيب دلوقتي يكون عندي بقى فيه تساؤل تاني كيفية تحول الشغل وانتقال الطاقة لما يكون فيه علاقة بين الشغل والطاقة ازاي الشغل بيتحول الى طاقة او العكس تعالوا نشوف كده مع بعض اوضح مثال ممكن اناقش به هذا الجزء عندما اضغط على نابض او الزنبروك اللي موجود داخل الاقلام مثلا على سبيل المثال عندما اؤثر عليه بالضغط او اني اؤثر عليه اني امد الزنبروك او النابض هذا فمعنى كده اني انا ببزل عليه شغل مش احنا قولنا الشغل هو انتقال الطاقة الميكانيكية وبالتالي عندما بزل شغل عليه فتنتقل الطاقة اليه طيب كيف تتحرر هذه الطاقة بعد ذلك انا طبعا مش بضع يدي او بضغط على الزنبروك طوال الوقت لا انا بيجي وقت وبحرر ايدي من الزنبروك عند تحرير يدي من على النابض فان الطاقة المختزنة بتظهر مرة اخرى وبعد كده بيعود الى وضعه وطوله الاصلي زي ما بيحصل معنا كده لو انا هنا عندي ثقل مثبت في الزنبروك عمره ما بيفضل على هذا الوضع ليه؟ لاني اثرت عليه بشغل الشغل اللي هو الثقل اللي متعلق فيه فعندما انتقلت الطاقة الى الزنبروك او النابض ولما بحرره من الثقل معنى كده ان بتظهر الطاقة المخزنة فيه مرة اخرى وبيرجع تاني الى طوله الاصلي دلوقتي بعد معرفت كيف يتحول الشغل الى طاقة وتعريف الشغل والطاقة وعلاقتهم ببعضهم البعض يا ترى ايه شرط حدوث الشغل؟ عندي شرطين مهمين جدا وهو لابد من وجود قوة مؤثرة ولابد من حدوث مثافة بشرط كمان ان تكون القوة والمسافة المقطوعة في نفس الاتجاه معنى ايه هذا الكلام؟ الرسم اللي معايا اكيد هيوضح لي هنا هذا الشخص بيبذل قوة على هذا الصندوق صحيح؟ فعلا معنى كده انه بذل شغل بس عشان اقدر اقول ان بذل شغل لازم يكون فيه شرط اخر مع القوة اللي اثرها على الصندوق وهو وجود مسافة لتحريك الصندوق يعني مثلا كان في هذه النقطة وتحرك الى هذه النقطة معنى كده ان الشغل اللي بذلوا عليه اثر فيه بقوة وكانت القوة دي سبب في تحريك الصندوق مسافة معينة طيب ايه بقى الشرط الاخير اللي بيقول ان القوة والمسافة المقطوعة في نفس الاتجاه فعلا لازم تكون القوة المؤثرة على الجسم والمسافة اللي بيقطعها كلا هما في نفس الاتجاه ما تبقاش مثلا القوة اؤثر كده وتكون المسافة في العكس او العكس يعني المسافة المؤثرة كده والقوة كده لا ده ما اسمو الشغل ابدا تمام؟ يبقى من شرط حدوث الشغل وجود قوة مؤثرة وشرط اخر في غاية الاهمية ان حدوث ايه مسافة زي ما قولنا وان كلهما بيكون في نفس الاتجاه ومن هنا اقدر اشوف العلاقة اللي بتجمع بين الشغل والقوة والمسافة من خلال قانون بسيط جدا هقول ان الشغل المبزول بيساوي القوة المؤثرة ضرب المسافة وهنا هعرفكم على مهارة مفيدة جدا هتستخدمها وتستدعيها اثناء حلك للمسائل الفيزيائية هو من خلال هذا المسلس من خلال المسلس ده اللي بحط فيه الكميات الفيزيائية التلاتة اقدر استدعي منه اي كمية فيزيائية اخرى واقدر احسبها ازاي الكلام ده انا بقول ان الشغل برمز لي بالرامز W بيساوي القوة واعطيت لها الرمز F اختصارا لفورس واعطيت المسافة الرمز D اختصارا لديستانس يبقى بقول ايه الشغل بيساوي القوة ضرب المسافة طيب ممكن استفيد ايه كمان من المسلس ده استفيد منه ان انا ممكن احسب باقي الكميات الفيزيائية الاخرى ممكن احسب القوة وممكن احسب المسافة ازاي لما احب احسب القوة كالتالي بقول القوة بتساوي ايه ايه اللي تبقى معايا تبقى معايا الشغل قسمة المسافة يبقى القوة تساوي الشغل قسمة المسافة ممكن احسب المسافة المسافة ايه تبقى معايا يبقى المسافة تساوي الشغل قسمة القوة بهذا الشكل لازم اعمل حاجة مهمة جدا وهو التمييز تمييز الشغل هنا الوحدة القياس بقسها بالجول اما القوة فوحدة قياسها بتكون النيوتن والمسافة وحدة قياسها بالمتر انتبه اثناء حل لبعض المسائل ان لازم تكون المسافة بوحدة المتر وبيكون الشغل بوحدة الجول لو وحدة الشغل بالكيلوجول ومثلا المسافة بالمتر لأ انا كده لازم تحويل والكيلوجول في الف جول اما المتر برضو ممكن اخد بالي من التحويل لان احيانا بيكون عندي المسافة بالكيلومتر ولما تكون المسافة بالكيلومتر وعندي وحدة قياس الشغل بالجول يبقى انا احول من كيلومتر الى متر علشان تكون الوحدات جميعها متطبقة وان شاء الله هنتعرض لها اثناء حلنا للمسائل المختلفة يلا بنا دلوقتي نعيش مع بعض مجموعة من التطبيقات الفيزيائية على هذا الجزء عندما ترفع تفاحة الى فمك فانك تبذل قوة مقدارها واحد نيوتن لمسافة مقدارها خمسة من عشرة متر ما مقدار الشغل الذي تبذله لرفع التفاحة لاخذ قدمة شفتوا ازاي ان حياتنا كلها يعني بنناقش فيها المواضيع العلمية حتى تناولي لتفاحة يدخل فيها قانون الشغل اول حاجة اعملها ان استدعي المسلس الخاص بيا الشغل بيساوي القوة ضرب المسافة بعدها اشوف المعطيات اللى عندي ايه المعطيات اللى عندي عندي القوة واحد نيوتن وعندي المسافة خمسة من عشرة متر مقدار الشغل يريد الدابليو عايزين نعرف الشغل يبقى لازم اخذ الاول القانون ان الشغل بيساوي القوة ضرب المسافة دلوقتي بقى اعوض اشيل القوة واضع مكانها مقدرها واشيل المسافة واضع مكانها مقدرها القوة كانت بواحد نيوتن والمسافة كانت بخمسة من عشرة او تلاتة وخمسين من مية يبقى واحد ضرب تلاتة وخمسين من مية هيعطيني ايضا تلاتة وخمسين من مية ايه وحدة قياس الشغل هي الجول بهذه الطريقة مثال اخر تدفع سهام صندوقا مليء بالكتب على ارضية الغرفة لمسافة قدرها اربعة وثلاتة من عشرة متر وتبذل شغلا قدره تلتمية اتنين وعشرين ونصف جول ما مقدار القوة التي تدفع بها سهام الصندوق لازم استدعي المسلط زي احنا ما قلناه وانا حتى لو انا بحل في اي اختبار او اي شيء اضعه معايا في الهاي مش حتى ما انسى ابدا القوانين اللي انا ممكن استخرجها منه بعد كده اشوف المعطيات اللي عندي عندي المسافة اللي هي اربعة وثلاتة من عشرة وعندي الشغل اللي هو تلتمية اتنين وعشرين ونصف ومحتاج مني القوة مطلوب القوة يبقى انا اذكر على طول قانون القوة وهو بيساوي الشغل قسمة المسافة اعود في كل واحد فيهم اشيل الشغل واضع مكانه اللي هو تلتمية اتنين وعشرين ونصف قسمة المسافة اللي هي اربعة وثلاتة من عشرة باستخدام القالب تقدر انك تخرجها بيطلع الناتج خمسة وسبعين نيوتن اهم حاجة في حل المسائل انك تعرف الموجود في المعطيات وتعرف المجهول اللي محتاج تخرجه من المسألة بالتكرار ان شاء الله كل الامور بتكون واضحة معينة يلا مثال رقم ثلاثة ما مقدار الشغل المبذول عندما تؤثر بقوة مقدارها خمسمية نيوتن لدفع الجدار ثابت مع تفسير اجابتك تعالوا نشوف مع بعض ايه المعطى وايه المجهول ما مقدار الشغل يبقى هو عايز الشغل عندما تؤثر بقوة مقدارها خمسمية نيوتن يبقى هذا القوة طيب فين المسافة ده مفيش مسافة ليه لان زي ما قولي هنا بيقولي جدار ثابت يبقى يا طرى كده بالعقل انا مهما حركت الجدار هيتحرك مش ممكن يتحرك يبقى الشغل اللي انا ببزله عليه ايه صفر وده يا جماعة الشرط الاساسي اللي احنا قلناه لحدوث الشغل لازم يكون فيه عندي قوة ويكون فيه عندي ايه مسافة طيب هنا بيؤثر بقوة انما الجدار عمره ما هيتحرك يبقى ما فيش مسافة يبقى اجابه بالسؤال بتاعي واقول ان الشغل المبزول يساوي صفر لان الجدار لم يتحرك وبالتالي الازاحة او المسافة تساوي صفر يبذل سالم وسعيد شغلا مقداره 20 كيلو جول شفت هنا معايا بقى الوحدة اكبر مش جول كيلو جول لدفع سيارة مسافة قدرها 100 متر ما مقدار القوة التي يؤثر بها سالم على السيارة سالم فقط مش سالم وسعيد علما بان قوة سالم علما بان قوة سالم تساوي قوة سعيد هنا اخد بالي يا جماعة ان فيه عندي كميات مختلفة هنا عندي كيلو جول وعندي متر لو هنا عندي كيلو جول وكيلو متر ما فيش مشكلة لو هنا عندي جول وعندي متر ما فيش مشكلة انما هنا عندي كيلو جول وعندي متر يبقى انا لازم احول ايه لازم احول الكيلو جول لجول الكيلو جول وحدة كبيرة وعايز احولها للجول يبقى بحول من الوحدة الكبيرة للوحدة الصغيرة يبقى معنا كده ان انا هضرب هضرب عشرة في الف لان كل كيلو جول فيهم ايه الف جول طيب ماشي بعد ما امر بعملية التحويل يبقى هنا عندي الشغل وعندي المسافة يبقى مطلوب مني ايه القوة يلا بنا كده نشوف اول حاجة التحويل زي ما قولنا ان انا هضرب فيه الف يبقى عشرة كيلو مش عايزها بالكيلو بقى عايزها بالجول يبقى بضرب في الف عشرة في الف بعشرة الاف جول طيب بعد كده محتاج القوة ازاي نجيب القوة خلاص احنا عارفنا احط ايدي هنا كده على القوة واشوف ايه اللي تبقى معايا على المسافة او قسمة المسافة الشغل بقى اضع القيمة الجديدة اللي هي عشرة الاف قسمة المسافة اللي هي مئة متر صفرين مع صفرين يلا يروحوا مع بعض يتبقى معايا ايه مئة نيوتن لان تمييز القوة بالنيوتن بس القوة اللي انا حسبتها في المسألة دي قوة مين قوة سالم وسعيد منساش انما هو مش عايز قوة سالم وسعيد عايز قوة ايه سالم فقط طيب ازاي احسبها هو بيقول لي ان قوة سالم بتساوي قوة سعيد يعني القوة المتسويين طالما متسويين يبقى هاسم على اتنين يبقى مية على اتنين بتساوي خمسين نيوتن يعني قوة سالم اللي اثر بيها لتحريك السيارة هي ايه خمسين نيوتن فقط دي كانت مجموعة من التطبيقات حبيت اشاركها معاكم على موضوع الشغل وعلاقته بالقوة والمسافة اتمنى تكون حلقة النهاردة واضحة ويسيرة بالنسبة لكم نلتقي قريبا جدا ان شاء الله مع جولة علمية جديدة وبنكمل مع بعض نظريات الحرارة اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته